طبعاً أسماء الله الحسن معين لا ينضب من الخيرات ولكن لكل عبد نصيب من هذه الخيرات حتى لو كان بسيطاً فما هو نصيب العبد من اسم الله البر؟ إيه اللي نتعلمه؟ وإيه اللي يجب أن يتجلى في سلوكنا وفي حياتنا من إيماننا ومعرفتنا بأن من أسماء الله الحسن البر؟ نعم قال العلماء أن البر مع الله هو الطاعة الطاعة المطلقة لأنه يعني يستسلم ويسلم أمره إلى الله وهذا أمر معروف لكن بالنسبة للأب والأم البر بمعنى أنه لا يعني يتجاوز لا في فعل ولا في قول حتى كلمة أفنها عنها القرآن الكريم لا في شباب كثير أو يقولوها يا مولانا بصور مختلفة إذا صدرت منه فهذا إنسان أو هذا ولد أو بنت غير بار وفيه عقوق وعقوق الوالدين ده من أكبر الكبار أما بالنسبة للآخر يعني اللي عايز تطبق الإسم ده عليه بالنسبة للناس أو فطبعا أن لا يعني يكون فضلا غريز القلب في معاملتهم أو في تعامل معهم سواء بالأفعال أو بالأقوال إذا عدنا إلى الموضوع في هذه الأيام تجاوز كل الحدود وأصبح الكثير من الآباء والأمهات في حزن شديد من معاملة أولادهم ليهم لأنهم أنفسهم ما عملوا آبائهم وأمهاتهم بهذه الصورة فده طبعا له أسباب كثيرة لا توجد تربية لا يوجد يعني تعليم في يركز على هذه القيم إحنا كنا نتعلم القيم في المدرسة يعني في الابتدائي والإعدادي وفي البيت وكان برضو احترام الأب شيء ده يعني ده ده خائر بيقوله عين خيط لحمر ده فعلا النهار ده برضو الأم نفس الشيء لكن النهار ده البنت بسهولة مثلا ترفع صوتها في أمها أو تبكتها وتقولها أنت مش فهمها كذا أنت مش عارفها كذا طبعا ما جزاء العقوق ده عقق والدين ده عقق والدين ده من أكبر الكبائل ويعني إذا استعرضت آيات القرآن الكريم ويعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين أحسنا كأن العقوق ده يجي بعد الشرك مباشرة فطبعا يعني أو ده معروف وبر الوالدين كمان فيه ما شاء الله فيه يعني ساعة الرزق في طول الأجل فيه الجنة فإحنا طبعا بصراحة بتغزونا البرامج الأجنبية وأنا يعني أتمنى والله لو تكون هناك لا أقول مؤتمرات ولكن اجتماعات على مستوى وزراء التربية والتعليم ولازم ننظر في هذا الأمر لإصلاح أو لتقويم العلاقة بين الأبناء والأبناء لتقويم التربية وتقويم التعليم لتنين لتنين طب كيف يتعامل وعنك في الأظهر برضو نفس الشيء يعني إحنا برضو بس الحمد لله لا نعاني من هذه الظاهرة لأن المقررات بتاعتنا اللي هي بتتعامل مع التلميذ يوميا في السواء الإعدادي أو السنوي فيها فيها تأكيد على هذه فيها تأكيد على هذا المعنى إحنا عندنا يعني المسألة ففيه تقويم ثقافي أو وعي ثقافي من حيث الله يشعر التلميذ فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامعة الأزهر ورئيس مجلسي حكماء المسلمين شكرا جزيلا لكم على هذا الحوار الملهم والنافع